مساء الخير على كل متابعين الفقرة العلمية استكملاً للمنح اللي بتقدمها المملكة العربية السعودية اللي نتكلمنا عنها الفترة اللي فاتت هنتكلم النهاردة عن منحة بتقدمها المملكة المنحة دي مميزة جداً ومختلفة وكمان تعتور من أفضل المنح اللي بتقدمها دولة السعودية هي منحة جامعة الملك عبد العزيز المنحة دي بتكون مولة بالكامل اللي يقدر يقدم عليها طلبة الباكادوريوس والماجستير والدكتورة لكن طبعاً قبل ما ندخل في تفاصيل المنحة دي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان توصل لكم كل المنح اللي بنزلها أول بأول هنتكلم أول حاجة بقى عن المميزات اللي بتقدمها الجامعة دي غير طبعاً إن هي ممولة بالكامل كمان الرسوم اللي بتدخل تسجل منها للمنحة بتكون مجانية ما بتدفعش أي حاجة التسجيل بيكون أولاين بدون دفع أي مصاريف بالنسبة بقى للمميزات بتاعتها غير إن هي ممولة بالكامل والمصاريف بتاعة التسجيل مجانية كمان المنحة دي بتوفر لك تأمين طبي كامل بتوفر لك سكن ورعاية علمية واجتماعية بتوفر لك واجبات غذائية وبكون مجانية وفيه كمان منها بيبقى فيه واجبات بس بتكليف أقل المنحة دي بتوفر لك تذاكر سفر زهاباً وقياب نهاية كل سنة بس طبعاً التذاكر دي بيكون وفق لضوابط معينة هم اللي بيحددوها كمان من المميزات الحلوة اللي فيها إن انت من أول ما تبدأ تجهز للمنحة دي لحد ما تسافر السعودية للدراسة في تبع المنحة دي كل الفترة اللي قضيتها وصرفت فيها فلوس المنحة دي بتصرف لك مكافأة شهرين باسمها بدل تجهيز قبل الصفر كمان لو انت كنت طالب في السنوية العامة وجاي بتقديرات عالية ولما بتقدم بقى الأوراق بتاعتك وبيشوفوا إن انت كنت طالب متفوق المنحة دي بتصرف لك مكافأة اسمها مكافأة امتياز للطلبة المتميزين مش بس كده كمان من المميزات الجميلة اللي فيها إن انت بعد ما تتخرج المنحة بتصرف لك مكافأة ثلاث شهور اسمها مكافأة بدل تخرج بتتاخد بها فلوس لمدة ثلاث شهور بعد التخرج كمان إن انت تقدر تستفيد من مرافق الجامعة الرياضية وتقدر تشارك في كل الأنشطة الرياضية في الجامعة والرحلات الجامعية والثقافية والاجتماعية تكلم بقى عن حاجة مهمة دايما بتفرق مع الطلبة اللي بيسأله عن المنح وهي تخصصات الجامعة التخصصات اللي بتقدمها الجامعة الجامعة بتقدم تخصصات كتيرة جدا زي ما ظاهر قدامك على الشاشة لو هنتكلم عن تخصصات الهندسة بتقدم الهندسة المدنية الهندسة الحرارية وتقنية تحليل المياه هندسة التعدين الكهرباء الهندسة الطبية الهندسة الكيميائية هندسة المواد هندسة الطيران الهندسة النووية وهندسة الانتاج كمان بتقدم الهندسة الصناعية وتصميم النظم الميكانيكي اه لو هنتكلم على علوم فهي بتقدم منع للتخصصات بتاعة علوم الاحياء الفلك الكيميا الكيميا الحيوية الرياضيات الفيزياء علوم الفلك والفضاء كمان العلوم اه البيئية علوم البحار بتقدم العلوم الزراعية بتخصصات في الارصاد تخصصات في العلوم بشكل عام كمان بتخصصات في الحاسبات وتقنية المعلومات الاداب والعلوم الانسانية واخر حاجة التخصص الاقتصاد والادارة. كمان تقدروا تشوفوا كل التخصصات دي على موقع الرسمي للمنحة. الموقع ده انا هسابهولكم تحت في صندوق الوصف. الصندوق الوصف ده بيبقى موجود تحت الفيديو. ونيجي بقى نتكلم عن الشروط اللي لازم تكون متوفرة في الطالب اللي هقدم على المنحة دي علشان يتقبل. لان لو شرط واحد اخلي بيه الطالب ممكن ما يتقبلش. آآ الشروط بتاعت المنحة دي زي ما كاتبين على الموقع الرسمي بتاعها مقسومة لنصين. نص للطلبة السعوديين واللي عايزين يقدموا على المنحة والطلبة المقيمين في السعودية. كمان في جزء تاني للطلبة الغير سعوديين اللي بيقدموا على المنحة دي من الخارج. احنا هنبدأ بالشروط اللي لازم تكون متوفرة آآ لقبول منح الجامعة الملكة عبدالعزيز لغير السعوديين. اول حاجة ان انت تكون طالب لائق طبيا لما هيعملو لك الكشف الطبي لازم تعدي منه. كمان ان انت لو هتقدم على لازم يكون آآ سنك ما يقلنش عن سبعتاشر سنة وما يزدش عن خمسة وعشرين سنة. كمان ان انت مهمة قوي ان انت ما تكونش انفصلت من اي جامعة آآ قبل كده لاي سبب كان. وان انت كمان ما تكونش حصلت على اي منحة دراسية من اي جامعة داخل المملكة العربية السعودية. آآ يقصد هنا ان انت لما تتقبل في المنحة او ممكن تاخد المنحة وبعدين تسيب تسابها في النص وتمشي. لكن انت ليك للحق ان انت تقدم على كل المنح الموجودة في المملكة. بس لو تقبلت في منحة ما ينفعش نرون ان انت تروح تقدم على منحة تانية. مهم كمان ان انت تكون حاصل على شهادة سنوية او ما يعادلها من داخل المملكة او خارجها. بالنسبة للطلبة البنات اللي عايزين يقدموا على المنحة. مهمة او يكون ليكم محرم والمحرم ده ياما عنده منحة هو كمان اخد منحة. ياما يكون عنده اقامة آآ دايما جوه المملكة. آآ كمان من الشروط ان انت بحس نسير وسلوك آآ ان انت تنطبق عليه كل شروط القبول في الجامعة وبتلتزم بكل اللوائح الجامعية. اما بقى بالنسبة للشروط اللي لازم تكون متوفرة في الطلبة السعوديين او الطلبة المقيمين داخل السعودية فهي هي نفس الشروط بتاع الطلبة الخارجيين بتزيد بس ان هنا لو هنتكلم ان عمره الطالب في البكاديروس ما يزيدش عن خمسة وعشرين سنة وعمره لو هيقدم على الماجستير ما يزيدش عن تلاتين سنة وما يزيدش عن خمسة وتلاتين لو هيقدم على الدكتوراه. غير طبعا ان هو يكون لحسن السير والسلوك ان هو يتعاهد بالتزام الانظمة ولوائح الجامعة. كمان ان هو ما يكونش انفصل من اي جامعة زي ما قلنا في الشروط بتاعة الطلبة الخارجيين. آآ ان هو يتفرق آآ يكون عنده تفرق كامل للدراسة. كمان الطالبات لازم يكون لها محرم والمحرم ده يكون عنده منحة. مهمة قوي ان ما يكونش عدى على حصوله على الشهادة السنوية العامة آآ اكتر من تلات سنين. وكمان ليها شروط تانية كتير بالنسبة للطلبة السعوديين او المقيمين في السعودية تقدروا تشوفوا الشروط دي بالتفصيل على موقع الجامعة اللي ظاهر قدامكم على الشاشة ده وموجود تحت في صندوق الوصف. وزي ما كاتبين على الموقع الرسمي للمنحة كاتبين حاجات مهمة جدا اللي لازم تاخدوا بالكم منها اسمها ضوابط الحفاظ على المنحة الخارجية. اول حاجة بيقول لك من ضوابط الانحفاظ صغير طبعا ان آآ ان انت الجامعة الجامعة بشكل عام والمملكة بتنبض التطرف والارهاب. كمان لازم الطالب تنطبق عليه آآ انظمة الاقامة بالمملكة العربية السعودية. تاني حاجة ان انت لازم تكون على كفالة الجامعة اثناء المنحة وهي المسؤولة عنك ومسؤولة عن اقامتك داخل المملكة. لو انت هتعمل استقدام لأسرتك وتخليهم يعودوا معاك خلال فترة الدراسة. آآ فالاستقدام ده بيكون وفق للانظمة والتعليمات المعمول بها جوة المملكة. آآ مهم جدا ان انت وصائق الصفر بتاعتك تكون سارية وكمان تكون آآ صحيحة ان هي تمكنك ان انت ترجع تاني بلدك بدون اي شروط. آآ مهم جدا هنا للطلبة ان هما ما يتنقلوش من جامعة للتانية. لو انت جات لك المنحة في الجامعة ممنوع ان انت تروح جامعة تانية داخل المملكة. كمان ممنوع على الطلبة اللي هياخدوا منح خارجية ان هما يشتغلوا في اي شركات او اي مؤسسات او تبع اي افراد اسناء دراستهم. كمان مهم جدا ان احنا نعرف عن ضوابط انهاء المنحة وناخد بالنا من الحاجات دي. يقول لك ضوابط انهاء المنحة على طالب المنحة الخارجية ان هو يغادر المملكة بعد انتهاء دراسته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاءها. وممنوع ان الطالب يعود يكمل في المملكة بعد ما يخلص دراست المنحة. آآ قالوا كمان اذا انتهت مدة البرنامج الاصلية لا يجوز ان هي تتمدد لا اكتر من نص المدة. كمان فيه هنا شرط مهم جدا للطالب اللي عايز يكمل دراسات عليا بعد دراسة البكالوريوس آآ ان هو يعرف الجامعة ويعمل مراجعة ان هو عايز يكمل آآ المراجعة دي تكون قبل تخرجه بفصل دراسي كامل. مهم ان احنا نعرف الضوابط دي عشان لو خليته باي شرط من الشروط دي هتتعرضوا للمحاسبة القانونية. اما بقى لو هنتكلم عن الموعيد بتاعة المنحة دي فمكتوب ان الجامعة آآ بتقبل منح لغير السعوديين من اول عشرين يوليو من كل سنة. فلو انت عايز تقدم في المنحة تقدر تجهز كل الاوراق بتاعتك اللي هنتكلم عنها دلوقتي وتحضر كل حاجة واول ما آآ باب المنحة يفتح في عشرين يوليو. قدم على طول في المنحة دي. اما بقى عن كلامنا عن الوسائق المطلوبة والاوراق المطلوبة للتقديم للمنحة. اول حاجة صورة من جواز السفر او الهوية الوطنية. بيان الغرض اللي هتقول فيه انت عايز المنحة دي ليه? وهتعمل ايه في المنحة? ولما تتخرج هتعمل ايه? او هتقدم ايه بعد ما اخدت المنحة دي منهم. آآ كمان لازم تقدم تقدم خطاب تحفيزي. كمان لازم تقدم خطاب توصية. ويكون فيه كل الحاجات اللي انت عملتها. بيان بكل علاماتك الدراسية. شهادة السنوية بتاعتك او ايه. لو انت هتقدم على بكريوز شهادة الجامعة للماجستير. وشهادة الجامعة والماجستير لو هتقدم على الدكتوراه. كمان لو فيه ايه شهادة تدريب فيه ايه شهادات اخدتها آآ شغل تدريب اي حاجة بتقدمها مع المنحة. والحاجات دي بتفرق جدا فيه حوار المنح ان انت تتقابل. النسبة بقى للدول العربية المسموح ليها ان هي تقدم في المنحة دي. آآ لطلابها ان هم يقدموا في المنحة. فاغلب الدول العربية مسموح لكل الطالبة ان هي تقدم في المنحة دي. لو عايزين بقى تعرفوا خطوات التقديم خطوة بخطوة هي خطوات التقديم كلها آآ في اغلب المنح اللي تكلمنا عنها واحدة تقدروا تشوفوا الفيديو اللي ظاهر قدامكم ده وتداروا تتبعوا من خلاله خطوات التقديم على منحة جامعة الملك عبدالعزيز. آآ بعد ما بتخلص التقديم بتاعك على موقع الجامعة آآ بيكون التقديم من خلال برنامج اسمه عزز بعد ما بيتأكدوا انه كل بياناتك اللي دخلتها صحيحة وكل اوراقك صحيحة بعدها بيتم فرز طلبات المتقدمين وبعدها بيعلنوا النتائج من خلال برنامج عزز. بيجي لك بقى اشعار على الايميل اللي انت دخلته آآ ان انت لازم تراجع صفارة المملكة العربية السعودية بلدك علشان تعتمد مستنداتك وتصدقها وبعد كده بيصدروا لك التأشيرة اللازمة للطالب آآ وبعدها بيخلصوا كل اجراءات الصفر لك. طبعا لو جالك قبول او ترشيح قبول للمنحة دي بيجي لك عن طريق الايميل فمهم لاي طالب هيدخل الايميل بتاعه لازم يكون الايميل ناشط يقدر من خلاله يعرف القبول والرفض من خلال الايميل وان شاء الله كلكم تتقبلوا فيها. ده كان كل كل كلامنا عن المنحة واغلب التفاصيل بتاعتها آآ لو فيه اي سؤال اكتبونا تحت في التعليقات ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا معانا في القناة عشان تتابعوا كل المنح اول باول بالتوفيق لكل الطلبة اللي هتقدم